اشتركوا في القناة بما لا يدع مجالا لان تنمو اي محاصيل ومن اختار ان يمكث هنا كان عليه ان يصارع من اجل البقاء طبعا عداد الغرياء كانت 300 نسا سابقا واليوم ما بغى منها 20 نسا كلها هاجرة تأتي الى هنا بعض المساعدة ممرضات من احدى المنظمات الحكومية الخيرية يقدمن الدواء للاطفال تقدر الامم المتحدة عدد من تركوا ديارهم بنحو 800 الف شخص البعض قصد دمشق لكن لم يحظى بمزايا العيش هنا فآووا الى خيخيم تبعد 45 دقيقة عن العاصمة الاطفال محرومون من التعليم براميل الماء هذه تستخدم للشرب والاختسال والتنظيف احيانا يجد الرجال فرصا مؤقتة للعمل يتقاضون منها نحو 5 دولارات يوميا لكن الحكومة السورية والامم المتحدة والمنظمات الدولية يفضلون تركيز جهودهم على مساعدة هؤلاء الذين لا يزالون في مناطق الجفاف نحن نعمل بالتعاون مع الحكومة ونود مساعدة هؤلاء الناس على العودة الى ديارهم لكن لا نريدهم ان يعتادوا على تزويدهم بالمساعدات هؤلاء الناس مزارعون ولابد ان يعودوا الى موطنهم ويبقى هؤلاء النازحون امام خيارين اما ان يعودوا الى ديارهم على وعد بالمساعدة او ان يبقوا حيثهم قانعين بما تجود عليهم به الايام موسيقى